كريستين بالعودة إلى حديث الصفقة والمفاوضات إسرائيل تلقت رد حركة حماس وبعض ملامحه ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك في وسائل الإعلام العالمية كريستين هل أولا من تفاعل سياسي إسرائيلي مع رد الحركة وكيف أيضا يتفاعل أو تتفاعل الأوساط الإعلامية والصحفية الإسرائيلية وأيضا الشعبي نعم محمد على مستوى التفاعل السياسي رأينا ذلك من خلال بيانات مكتب نتنياهو الذي وصف بأن الرد كان سلبيا من قبل حركة حماس وفي البداية سرعت إسرائيل من خلال تصريح لمصدر مسؤول كان يرجح في حينه أنه بينمين نتنياهو وصف رد الحركة بأنه رفض للخطوط العريضة لمقترح الصفقة التي أشهرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه من خلال وسائل الإعلام نعم هناك تفاعلات ومنذ الليلة الماضية بعد انتهاء عضلة العيد اليهودي نزول التوراة رأينا مختلف وسائل الإعلام صلطت الضوء على ما أسمته بالتعديلات التي طلبت بها حركة حماس في إطار ردها على المقترح قبل قليل ورد في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تحليل لسلوك الحركة ادعت القناة بأن حركة حماس خلال الأسبوعين لذين سبقا تسليم الرد الرسمي بأن الحركة حرصت على إرسال رسائل إيجابية كما اسمتها القناة من خلال التصريحات والبيانات والمقابلات التي أجرها مسؤولوه الحركة للقول بأن حركة حماس تتعامل بشكل إيجابي مع المقترح في حين أن الرد في لحظة الحقيقة جاء على وأخذ شكل الرفض بحسب الادعاء الإسرائيلي الذي أيضا كررت ونشرته القناة بأن إسرائيل الرسمية تعتبر وتفسر رد حركة حماس بأنه سلبي وأن هذا التفسير الإسرائيلي لرد الحركة هو يحظى بدعم أمريكي واستخدمت القناة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في الدوحة يوم أمس بأنها دليل على أن حماس هي من طالبت بإدخال تغييرات على مقترح الخطة الأهم من ذلك محمد هو ما ورد في صحيفتها أارتس على الرغم من الأجواء السلبية والحالة التشاؤم التي أبرزتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والحالة المتشائمة الأكبر كانت في صحيفة ضعوة أحرونوت وأيضا نقلا عن مسؤول في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية هي القناة الثانية عشرة التي أكدت نقلا عن مصدر سياسي بأنه لا تزال هناك فرصة وهذا تكرر في صحيفة أارتس هذا اليوم بأنه على الرغم من رد حركة حماس المفاوضات مستمرة الاتصالات مستمرة لم تنفجر والآن سوف تتواصل الاتصالات مع الوسيطين القطري والمصري بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معرفة هل من الممكن التوصل إلى اتفاق بتالي الآن مرحلة التركيز على سد الفجوات على ما يبدو محمد شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة العربي من